انت مش ملاحظ ان سيادة الرئيس اجتمع مع الاعلامين يمكن اربع خمس مرات كتير اه كتير فعلا في ظرف شهري اللي لسه جاي اه الرسالة اللي بيقولها اهتمامه بالاعلام ليه كده ان الاعلام بقى مؤسل لدرجة ان احنا عايزين الاعلام كله زي ما انت حضرك بتنصح رجل الاعمال وبتقول ادفع في صندوق تحية مصر انا كمان بقول الاعلامي ابني البلد هتدفع برضه في صندوق تحية مصر بس ابني البلد ابني البلد حضرتك النقد البناء هو المطلوب النقد الهدام زهقنا منه مش مؤسر دلوقتي زهقنا صدقني شخصانة المعارك الاعلامية دي شخصانة الامور انا والله 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 مالية اي علاقة بعائلة سويرس ولكن في عز حكم الاخوان كنت بقول عيب يتعامل مع العائلة دي والمهندس لجيب يمكن شفني وقال لي انا مش هنسالك الكلمة دي فانا برضه معرفش الاستاذ عبد الرحيم عني ليه يعني نوصل بالامور احنا عايزين نبني البلد عايزين نجيب سويرس يجي هو وعائلته يستثمروا عشرة مليار لان العائلة دي بمنتقى الامانة لما تسفر برة تعرف ايمتها مش مجاملة ليهم ابدا مفيش مصلحة عشان نجامل حد وانت اعلامي المفروض ان انت راجل خلاص عدينا مرحلة معينة كنت ليك دور كبير جدا فيها زيك زي بقية الاعلاميين اللي كان ليهم دور مؤثر وهي مرحلة حكم الاخوان وما بعدها وخلاص بنبني البلد فما معناه ملوش معنى لازم نبني البلد الاعلام مؤثر جامد جدا بتمنى الامور دي تعدي وتخلص على خير وتمنى يبقى يعني الموضوع ان لم يكن خلص انا معرفش صراحة ولكن احنا الاعلام هو دوره بناء مصر الحقيقي هو خلص بان عبد الرحيم علي ساب القيراة والناس مش دا الحل مش دا الحل لازم الموضوع يبقى من الجزور لازم ان حضراتك يحصل صلح حقيقي ما بين الاعلام كله والمجتمع لان انت حضراتك مؤثر النهاردة في الشعب شعب طيب وممكن يتأثر بقى ايه كلمة فكلمتك ليها تأثير فاتمنى ان احنا انه كلنا عندنا الوعي دا مش ممكن هتيجي تقول للواحد ايه دا حط ميل طب ما انت بتشتم راجل اعمال كله هيقولك طب ليه بقى طب وامت الاعلام يا سيد ابو هشيما يفتح بقه لو هو كان عليه بعض القيود ما تتكلمش عزيز ابني مصر لا ما قلتش كده قلت النقضة البناء ولو احمد عمل حاجة غلط ايه طعرقابته ايه طعرقابته يعني مسألة لا مجل الفساد تاني احنا عنينا من الفساد 30-40 سنة بس يبقى فيه لما تيجي تنقض ممكن تنقض وتبني لما واحد فاسد لا افضحه بس نجيب سورياس مش فاسد اكيد لا انما عايز اقول انه لما تيجي هضف لك جملة صغيرة كده لما تيجي تفضح واحد قدم المستندات علشان يبقى عندك مصدقية طبعا في الرأي العام طبعا ما يبقاش مسألة انطباعية انا بقى لي سنة ونص وكنت بتهاجم وبشكر كل واحد هاجمني صراحة لان كان بيزدني اسرار على ان انا اثبت ان انا مصري زي اوكو الوطنية مش افعال مش كلام الوطنية افعال اه وبتهاجم من هجوم قاسي جد بس بشكر كل واحد هاجمني لان زودني والله اصرار بجد بتشكر اللي هاجموك اه فعلا دوني دفعة معنوية كبيرة جدا ان انا اثبت ان انا بس مش مصري زي اوكو لا الوطنية مش كلام الوطنية افعال انت عملت ايه ودايما بقول لنفسي ادي لنفسك كشف حساب من 2011 لغاية دلوقتي انت عملت ايه حتى لو سايمت بجزء ادي كده في بناء هذه البلد يبقى انا مش مصري بشرطة يعني تفتكر لا مش مصري بشرطة تفتكر استاذ ابو هاشيمة الرجل الاعمال في مصر النهاردة يحب ان هو يمتلك وسيلة اعلام او يفتح خنافة ضائية لتكوين صورة كاملة ولضمان ان لو في حد هجمه هو عند وسيلته برضو هقول لحضرتك على حاجة قبل 2011 كان ممكن دلوقتي الموضوع انا عن نفسي مش بتاع اعلام دخلت في هذا المجال ولكن طلعت منه مش عيب ان انا بقى بنصح بسمع النصيحة اه انا مش بتاع اعلام هذا الموضوع انا بتاع صناعة لان طلعت منه ليه كان في مشكلة ما كانش في مشكلة خالص غير فيه انا شخصيتي مش لايقى مع هذا المجال اه المحترم جدا جدا كبزنس اه ولكن دلوقتي ارجع للأساس مصر ما عندهاش حاجة تديها لحد مصر عندها عايزة تاخد من كل ولادها ان هم يقوموها اه فاللي هايز يحمي يحمي ايه مفيش فساد تالي مفيش اراضي ببلاش مفيش رخص ببلاش مفيش حاجة ببلاش اه مفيش دعم مفيش 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 خلاص اه فانت تحمي ايه انت لازم تبني بقى يبقى دورك انت رولاجر اعمال وطني وكلهم وطنيين بلا استثناء يبقى لو انا عندي وسيلة اعلامية ازاي ابني مصر ازاي يبقى ايجابي ازاي روح للعشوائيات واشاور عليها واقول لازم نشتغل على الموضوع ده ازاي اساعد القيادة السياسية في الفكر بتاعها في فكر العزيم ازاي ااخد دايما اقول للناس بتقول الجيش محترمين جدا بقولهم دايما لما اشوف زب الجيش اقول له نفسي تدوا الروح المعنوية اللي عندكم ازاي بتخلصوا الحاجة في ثلاث سنين بتخلصوها في سنة ادوا عشرة في المية من الروح المعنوية دي للشعب عشان يموت نفسه تتخلص في السنة والمشروع ده كان متقدم سيادة الرئيس انا متأكد في خمس سنين ولما يخلص في السنة هو ده الاسرار الحقيقي فانت ازاي يبقى عندك وسيلة عالمية النهاردة تقدر تحرك بيها مشاعر المصريين للبناء ما بقاش فيه عشان تحمي مصالح مش هينفع مش هتحمي حاجة غلط